وأتمنى كذلك منكم أنكم تطرحوا بالفعل بشكل حقيقي واقعي ما توجدوه من التحديات ونستفيد من خبرة الدكتور في هذا اللقاء شوفنا جزيلا لكم كل واحد يحضر المشاكل بتاعته والتحديات فالقلسة دي كل واحد فيكم حيتكلم كل واحد فيكم حيقوم يتكلم علشان نسمع المشاكل بتمر بينا أو بنمر بيها باللغة التي يريدها الحمد لله والسلام وعسوه الله في الجلسة الأولية اتكلمنا عن عوامل اللي هو الاستدامة الجلسة دي كل واحد فينا حياتي يتكلم عن مشكلته كل واحد فينا مين يبدأ يوصل الشريط لا لا اللي يبدأ من يمين الشمال فوقه تحت مشكلة كل واحد حياتي هنا هو عشان يقول مشكلته كل واحد مننا سأتحدث عن مشكلة نحن نتحدث معاً حسنًا؟ او انت اي مشكلة اكتب معاً؟ انت بتشتغلي فين؟ مش مشكلة في مشكلة طيب يلا بالسلامة مين هيبدأ؟ في المؤسسة في المجتمع زي ما انت عايزة تحديات 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 جنب تقف يعني. بس حبيت عزز انه نفس الحل عندك? الحل عندك ايه? ما انت قلت نفس المشكلة عايزة منك حل. الحل? انا. اه. 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 الحل صراحة ما عنديش حل بس من المحاضة اه من اه. اه حاسيت انه قضية الوقف. قصة الوقف. الوقف. سوري. الوقف. يمكن كانت حتكون اكبر حل لمشاكلنا حاليا. اه. اه. احباب فيلن. مستجل. بيج باري. لانه الجمعيات مثلا الجمعيات الاريترية. انا بتكلم على الجمعيات الاريترية في فترة من الفاترات كانت تعيش يعني وقت. اه. كان. اه. العضاء كتيرة. نعم الفلوس كتيرة. والاعضاء يعني الايريتريان متحمسين مع كل الجمعية وكان في وقت كان ممكن كان نحقق فيه اي. اه. يعني فكرة الوقف هاد. كانت حتي بحتي مش معنا. الحين كلنا عايشين ازمة انه وما في وقت يعني أنا عن نفسي ممكن كان أمنيتي كان في الحينيات أشتغل في اسم حضرتك أو جامعينتك إيه؟ حالياً ما منتمية لأي جامعية بس متطوعة كتير اشتغلنا اشتغلت في يعني في الرابط في الجالية الإسلامية وعامة وسان كنت معا في تأسيس جامعية هترا ومرأة بس كان عندنا برضو فكرة الابجكتف مش كانت واضحة مش دايما التحديات في معظم الجامعيات الابجكتف سواضحة عندنا بدأنا كاديفل بمنت أنت هناك كمانيتاريان ولا هنا ولا هناك بس قصة أكبر أكبر تحدي هو الفاوندين الفاوندين أيوة لأنه إيش مسلا أنا كشخصي أه؟ لا ايوة لأنه إيش مسلا في شباب لا أنا أكثر شي عندنا شباب كتير في الجيل وفي أصغر مني يعني كانوا ممكن يشتغل وتطوق يعني 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 فول أورس في الجامعيات الأفكار اللي طرحتها كان يحتاج لها ساعات وساعات أسابيع وأسابيع الشركة هي الشركة بحد ذاتها فما ينفعش إنه نشتغل فيها كل اسبوعين ساعة ساعتين حسنا حدثنا عايز نتكلم عشان يروت على الأختنا اسمك إيش؟ سارة السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم سلم لي عني سيدنا إبراهيم؟ خلاص؟ عندك مين عندك أسحق بعد كده؟ المهم الأخت بتكلم عن مبادرة سجلتها جمعية جمعية صغيرة مبنية على المستوعين خلاص لن يستقيم لن يستقيم أمر الجمعية إلا إذا تفرغ فيها أحد انسي this organization small or big will never be sustainable unless somebody in the office receiving phone calls and writing reports when you receive money you have to produce report the first step this is the first step first step لابد أنك تيجي بحد إن شاء الله يكون في الأول part time يكون دوام نص دوام خلاص مش مهم نبدأ نبدأ بس هم عمل الإكسperience لن يستغيرين لن يستغيرين مش كبار لن يأخذ معاش أنتم من التبرعات سأقول لك حاجة هل تريد أنني أخذك بعض المساعدات سأقول لك in the first few years of any organization most of the fund is salaries يعني أغلب التبرعات في أول سنة والثانية بيكونوا دفع المصيف الإدارية التبرعات في أول سنة لأن ما فيش فلوس نبعتها لأي الأماكن بيرجعوا يعوضوها بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخر فلابد التفرغ يا أخت سارة يجب أن ترغب أن ترغب أن ترغب لتعلم لتعرف 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 على أفاق على الوصف على الأساس بداية كل هذه الأشياء حتى تكون محدفة حتى لو كان هذا يعمل من السبب حتى يمكنك أن يعمل من حاجة لأنك لا تكون لديك المواجهة لرينته بفعل هذا بالنسبة لي ودينا في المول سنين في العمل لم يكن لدينا موظفين ولم يكن لدينا موظفين لفعل شيء حسين لهذا شخص شخص لكن كان عندنا رؤية واضحة لدينا رؤية أفريكا أفتح الناس في أفريكا أفتح صندوق التبرعات أطلع منه فلوس أفتح الناس في القرآن أحسن المنزل أحسن المنزل إلى سودان أو أخرى أخرى يجب أن يكون هناك تقوم بإنسان تقوم بإمكانك يكون عندها عنوان يجب أن يكون هناك يجب أن يكون هناك يجب أن يكون هناك بعدين لتعقل الفلوس يعني الأكبر تبرع أقلنا في سنة 1984 the biggest donation came to us in 1984 was 1000 pounds okay the first project was 5000 pounds كم فالسودان عند الارترية خشم الجربة 5,000 pounds after 8 months يعني ودينا حصلت في 8 عام 5,000 خلاص يبقى لازم تفكر أنت وأصحابك يبقى لازم تفكر جميع المدين أنت حين أن تفكر أنت لازم يكون تفكر بعد هذا الناس يبقى لزيئ مشكلة لتفكر مشكلة لازم فضلي لا معلش لا أقل لكم أقل لكم لا تبتعي عشان تتكلم في المكروفون عشان المكروفون بتاعك ده السويد على فكرة أصبحت السويد السلفية اس و اس لان احنا مصدر السلفية بسم الله الرحمن طبعا احنا في بداية التأسيس ايوا نحن نتوقف العشان المعار Tohne نحن نتحدث في نهاية الوزن المنزل وهو قد تبدأ في الوزن المنزل لكن أجل السؤالي أنني قلتاً من أجل أنك مرحباً إذا كانت أول خمسة سنة تشتغلوا في المنزل ما تطلعوا من مرة من أجل أنك من أجل أنك في بريطانيا كيف نستطيع أن نتحرك برا السويد؟ لأننا شغلنا اتجاه الإقاسة لأن عندنا شعب عايش برا البلد في رفيجي نريد أن نساعدهم نحن نشتغل في إنتيجريشن وإدوكيشن هنا في السويد لكن برا السويد نشتغل في شعبنا اللي قاعد في رفيجي في الكامب حسنا لو ما عندنا دخل كيف هنتحرك؟ لو نحن انتظرنا خمسة سنوات حنشتغل في السويد فقط لا لا، فرومي ركسبرينس هتوضح لي حسنا نحن بالسرعة نريد أن نأسس الجمعية ونبدأ نساعدهم أهلنا اللي بدي مصاعدة مننا يعني كيف هنعمل؟ كيف تيبس؟ نشيت بس الصورة الجميلة أنت حاطتها دي لأن أنا خلاص ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش كيف تبذل؟ أنا لما قلت كنا من لف خمس سنين كنا من لف نجمع تبرعات هه مش من لف », كنا نتفسح لا يعني كنا من لف نجمع تبرعات شبر شبر وإدراع بدراع وحرا حرا في بريطانيا هل التبرعات لأنكم جمعية إسلامية ولا التبرعات لأنكم جمعية إنسانية إحنا جمعية إنسانية تؤمن بالقيم والأخلاقات الإسلامية أنا مش مغطرة على ذلك نحساعد المسلم وغير المسلم أنا مقصود أنه الدعم لما يجي لك بيجي لك من كل المواطنين ولا بيجي لك من جمعيات الإسلامية في الأول كم من المسلمين فقط حاليا في حكومات بتعطي وغير المسلمين نحن ننظر لمثل هذا الأمر نحن كنا بنلف الخمس سنين عشان نعرف الناس باسم الجمعية و كنا كلنا متطوعين و في نفس الوقت نجمع تبرعات بعد ما كتبت التبرعات بدأنا أننا نأسس المكاتب و أخذ بالحضرتك و نوظف الموظفين في حالتك أنت ما عندك إش عذر أنت عندك في السويد فيه اتجان في السويدين يجب أن تعمل الناس والمجتمعين يجب أن تحضر الناس للمجتمعين إلى المجتمعين يجب أن تسويق أريتيا أو اللاجئين أو أخرى للمجتمع الذي تريد فيه إذا كان هذه المجتمع المجتمعين والمجتمعين والمجتمعين فلابد أن أنت يجب أن تحضر داتا عليك أن يكون عندك داتا معلومات بعنوين و أسماء الناس و الإيميلات لأن حاليا لأن تحضر داتا معلومات بعنوين لا تحضر خطابات لكن يجب أن تحضر مجتمعين بالتليفون بالتليفون كده بالسوشيال ميديا بالواتس أب بالإنستغرام الحاجات دي كلها و أنصحك و أنصحك تحضر داتا لتحضر داتا لتحضر داتا لأن أولادك و أطفالك عندهم القدرة على التواصل مع الناس من خلال التليفون بكل حيثيات التليفون و هذا ايضا نغفل عمرهم قد ايه؟ طيق ايجي تعالي كده اقف جنبي عندك اتنين فيهم ممكن يعملك السوشيال ميديا اللي الاخت دي عايزها وعدين في الباب يلعبوا حولي اللعبة بتاعهم لشيء مهم يكون قد ام مشروعك ليه انت مش واسقة في بنتك او ابنك اللي عنده عشر سنين وخمشر سنة وثلاثة عشر سنة وعادينا احنا محتاسين ايه ان احنا مش عارفين نعمل ليه مش عارفين نعمل حاجة ممكن نعمل كل حاجة الاولاد بيطلعوا حاجات ما عفنا في السوشيال ميديا وبياخدوا الف و الفين و خمسمية و نص مليون و كذا و كذا و كذا لايك لايك خلا ففي التالي لابد تعرف الناس ازاي باواسلة التواصل ومش حيجيلك فروس ماشاراً يجب عليك ان تتركوا عملك على الناس في هذا المنطقة مثل مسلم ايد مثل المساجد يمكن ان تتعرف ولكن اذا كنت تستطيع ان تتعرف مثل مسلم ايد كفولانتير وهم ستساعد ايضاً او تستعمل مع اسلام كفولانتير عن هذا الموضوع يمكن ان تقرأ فوق س Relata او تتعرف نزل الناس واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا ممكن أديث برضو للسؤال الأخت خديجة اللي سألته بما أن أنا بشتغل أيضا في منظمات المجتمع المدني في التدريب وكذا وأيضا عدو إدارة في منظمة وصل يعني من الأشياء الموجودة أيضا دكتور أنه كثير من الجمعياتنا الآن مثلا كثير من الجمعيات موجودة من قرن أفريقي من اليمن وكذا يعني كثير من الجمعيات لكل الجاليات المسلمة وحتى غير المسلمة هي عندها عبئين يعني أنها تشتغل في غضاية الاندماج وغضاياها اللي هنا في السويد في نفس الوقت كمان أيضا مهموة بالعمل الإقاسي في بلدانها يعني سواء كان في القرن الأفريقية أو في اليمن وهكذا أليس صحيح؟ فبالتالي هنا في إشكالية أنه عدم تحديد الأولويات يعني فنحن في منظمة منظمة الوصل حقيقة نريد من خلال التدريب أنه نحن نعمل شراكات أيضا نحن متخصصين في العمل الإقاسي والتنموي في حين كثير من المنظمات مثلا الاتحاد العفر السويدي بيشتغل في الانتغريشن بيشتغل كذا أو اليمنين أو البيئر بينا في مؤسسات مؤسسات متخصصة في مؤسسات كمان في مؤسسات أنا بيقول باللهجة المصرية بتاع الكل اللي عندي يشتغل في كل حاجة يعني فاللي بيشتغل في كل حاجة ما تجد تحقق عمل الإقاسي اللي عنده شروط وعنده كذا يعني فنحن حبينا أيضا جزء من تطوير العمل أن نحن في منظمة وصل نكون يعني ندعم المؤسسات زي الاتحاد العفر السويدي اللي عنده أولويات تعليم والاندماج وكذا أشياء كيف نحاول أنه نكون شريكهم في العمل الإقاسي في القرن الأفريقي يعني مثلا الآن العفر الآن موجود في ثلاثة الدول يعني أو أو اليمنين كذلك يعني ألا مثلا اليمنين بحكمنا في السويف جديد أنا برد عندنا جمعية يمنية في سينسوس كل هم برد أنه كيف نقيس أهلنا لكن في نفس الوقت إذا أنت ما عندك عمل هنا في أولويات ملحة عليه قضية الاندماج وكذا فأنا أعتقد أنك أنت تشتقل مع المؤسسات سواء كان مع مسلم ايد أو معنا منظمة الوصل تشتقل تعمل شراكة بحيث هذه المؤسسات المتخصصة تقوم تخفف عنده وتقوم بالدور الملقاء عليك يعني وسألة الفكرة تفضل تعالى تعالى جمب لا 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 تعالى خذ تاكسي وتعالى أو تخفف عنده وتعالى يعني برد أخي قلت أنك تعمل مع المؤسسات وكذلك تعمل مع المؤسسات وكذلك تعمل مع المؤسسات أو تعمل مع المؤسسات مثل الوصل والإسلامي كليف والمسلم أقول اسمك تعالى كده عدي بس كده عدي كده أقول اسمك ومؤسستك إيه وإن مشكلة أولا ممكن تعليق أسمي عثمان كراني جاي ممثل عن منظمة الإقاسة الإنسانية الإيرتريا لا مش إسار دي تتعاون نعم وأعرف أن حضرتك مثلا طبعا من بدأت إسلامي كليف وأنا أحضر هنا متأمراتها وكذا يعني وكيف تطور اللي صار لها لكن حطت إسلامي كليف كمثال يعني هي ودعت يعني بدأت الفكرة مثل ما قلت لكن كمثال يعني كتعليق يعني لو أشوفها الآن ماذا تقدم إسلامي كليف لل اللاجئين للإيرتريين ها يعني مقارنة مما تقدمه في العالم يكادوا لا يذكر جيد أنا أنا ما قابلت حدراتك لكن حتى في سودفة قابلت حتى نصر الدين أو هنا تعرف الناس عبدالله سالح لما كنت أنت الرئيسة فالمؤسسات الإسلامية أحيانا تقوم لهدف لهدف وبعدين تخدم حسب ما يفرد عليها أو ما الوضع المفروض عليها مثلا مؤسسات وقراء أنا تعليق بالبداية هو في مسألة أنت قلت ترسي الرسالة جيد أولا الرسالة التي ترسيها لازم تكون جيدة وأيضا يكون هناك جهاز للاستقبال الرسالة وحتى إن كان هذا الجهاز موجود معطل تفعيل الجهاز حتى يستقبل رسالتي المشكلة الموجودة في هذا مثلا حتى يعني كيف تفعل جهاز الاستقبال بمعنى الناس اللي ترسلهم كيف تقدر أولا تكون رسالتك واضحة أيضا كيف تقدر تفعل يعني جهاز الاستقبال عندهم حتى يحسوا بهذه المعانا ويتفاعلوا معاك ويتعاونوا معاك هذا النقطة أنا حتكلم فكلام بقى يوجع البط طيب أخونا أتكلم كلمتين مهمين جدا أنتو تبدووا عشان حاجة وتحولوا عشان تجروا التبرعات ده شيء طبيعي جدا كل المؤسسات عملت بدأت الهدف خاصة اللي حددوا اسم مؤسستهم that organization start with the limited name limited scope of the organization started like this for Tunisia for Iraq for Yemen then they found that he's not collecting money so they changed and I know what I said بالضبط how much they changed me their name their objective actually organization X started for Tunisia okay then found Tunisia did not bring money in spite of the fact their name is not for Tunisia they started to raise funds for Bangladesh Pakistan Afghanistan and other because it brings money so they changed the name no no the objective so they changed the goal so they changed the goal of the so they changed this is one thing and there are 3-4 companies like this in Britain طيب بعد طالما هم في الأخير جمعوا تبرعات باسم بكتب الآخر يعني فعلا التبرعات راح تكون تستخدم للغرض الجديد أو تستغل فقط وتخدم الغرض الأساسي قضية آنية لليبيا ايام الحرب في 2011 كان في قضية آنية للتوانسة لا أعرف سنة 2009 أو 2008 حاجة زي كده يعني في التسعينيات القضية دي راحت فهم عشان يمشي المؤسسة حولوا اسم المؤسسة هو the name of the organization was the same but they changed the objective from Tunisia and Libya to something else but they raised the fund for the objective يعني هم يدعتي بجمع على الأفغانستان ويروح منجم على الأفغانستان المشكلة بتاعت أريتريا the problem with Eritrian problem is a forgotten problem يعني قضية الأريتريا قضية منسية لأنها بدأت المخيمات في السبعينات في السودان يعني the refugees camp in Sudan in East Sudan started from the 70s with Yemen but actually majority are actually in Sudan okay and it is not known even it is United Nation closed the offices who are helping them in Sudan because there is no fund for them أخي الفادل my dear brother أخي الفادل now become like business يعني there's needs and there's fund if there's no fund forget about the needs في حاجة وفي فلوس ما فيه فلوس ماش مام الحاج وهمتين ورق الآن همتين ورق الآن همتين ورق الآن now have got ranks يعني عنده درجات sometime Yemen is at the top maybe next six months Yemen at the bottom then Syria on the top then Syria on the bottom then Rohingya on the top then Rohingya on the bottom then Central Africa this classified by United Nation and this drives the governments to donate and the media to talk about it يعني فيه الأم بتاع بتصنفها بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة القضية الأولى ممكن تكون اليمن لكن بعض الشرين ثلاثة تطلع سوريا بعض الشرين ثلاثة تطلع الرهنجا بعض الشرين ثلاثة تطلع اليغور وهكذا وعلى هذا الأساس بتيجي الحكومات تتبرع وعلى هذا الأساس بتجي الإعلام يتحدث فأنت محكوم بمناخ الكبار you are governed and controlled by the philosophy of thinking and the direction of the big guys the United Nations and the big government's donors it's not as simple as that okay here it could be the answer and it's become difficult to find it والإجابة هنا ممكن تكون في وجود مال غير مشروط داخل المؤسسة أو وجود أوقاف and here could be the answer of having يعني non-restricted fund inside the organization or having وقف which create money the non-restricted fund ده اللي هو المال الغير مشروط ده بيجعلك ان انت بص على القضايا المنسية تحط فيها أموال this non-restricted fund will lead you to support this forgotten crisis unfortunately لكن في ظل الحرب على الإرهاب الحرب على الإسلام والإرهاب وتعدم تحويل الأموال all this Islamophobia the donor become afraid to give non-restricted fund كل متبرع عندك بأخايف يديك مال مفتوح يعني المال ده لليامن المال ده لليتيم في اليامن this money for yaman and for the orphan only فتحول الفند اللي كان زمان من 10-15 سنة في مليون أو 2 أو 3 من هم غير مشروطين إلى قريبة من zero ده التحدي التاني علشان المناخ اللي هو الحرب على الإرهاب وتحويل الأموال وكذلك اللي هو الإسلامophobia والتحدي كبير ليس أضدق أريتريين it's not against the Eritrean it's against the challenges which created around the Islamophobia and war on terror ده التحدي كبير what we need to sort this problem out is to go one to one how can you reach certain people who are very rich to sell them your problem عمّة الناس بش حدوك فلس الأريتري the public will not give you money to Eritrea because they look at Yemen they look at Syria they look at other places Eritrea is not on the screen when you talk about أريتري لأنه قدام قضية اليمن وقضية سوريا أقول لك لماذا that's your question in Yemen there's 20 million people who do not have food to eat proper food خلاص عندك على أقل 20 million تحت تحدي الفقر اللي مش ممكن و20 million صح في سوريا عندك في الداخل سوريا about 7 million displaced وخارج سوريا about 6 or 7 million refugees 5 or 6 million فأصبح المتبرع دلوقتي بيبص بيئيس المشكلة بعدد الناس problem now that actually the donor measure the problem with the number of the people not actually the needs of the people could be the needs is more in for Eritrea ممكن يكون الحاجة أقصر عند الإيرتريين لكن عدد أقصر عند اليمنين فلذلك اليمن في الإعلام وأريتريا ليس في الإعلام أنا أكلمك على إيه أنا أكلمك على التحديات كيف تخرج التحديات and partnership and lobbying for the issue at least to get the water flowing in the river تعال تعال يا أمير لا ما ينفع الشيء أنت طويل عشان بس الناس يشوفوا هامة وقامة وقمة فضل فضل سأفول سأفول شكرا دكتور سأفول كنت ما تكلمتش حيما صحيح صحيح ما شفتوش حاجة لسه يعني طيب بس تعليقي أضافة لكلام الدكتور حقيقة أنا بس أبوضح حاجة بسيطة من خبرة التعامل مع بعض الملفات أنا تعاملت مع ملفات إيرتريا وتعاملت مع ملفات اليمن ومع عدة دول ليس لذكائي أو المعيتي لا لشغلي اللي كنت أشتغله حقيقة مساء اللي كنت أعمل فيه موضوع اليمن دحين هو موضوع عاجل موضوع حرب موضوع يعني تدمير لبنية تحتية لبلد أصلا في إشكال كبير فيها والآن الوضع في اليمن وضع كارثي بيجتمع الجميع ما فيها كلام هو طب في الإعلام في الأولوياتنا في العمل الإغاثي أنا لو عندي منظمة إغاثية الآن أفكر في أولويات الآن أفكر في اليمن أفكر في أشياء سريعة تحتاج تدخل سريع لكن خلينا أرجع للملف اللي أبدا أتكلم فيه ملف إيرتريا ملف إيرتريا في رأيي هو ليس ملف إغاثي في رأي في تقديري الإغاثة من الستينات قاعدة تشتغل في هذه المنطقة لكن الإغاثة اللي تعمل على جعل الناس محتاجين للإغاثة بشكل مستمر وليس لأجل تلمية البشر تلمية المجتمع نحن الآن في منطقة شرق السودان لفيت كل المعسكرات أعمل في هذه المنطقة منذ عشرين سنة تقريبا لفيت كل المناطق فيها أعرف تفاصيل المؤسسات اللي تعمل هناك أعرف تفاصيل الوضع الإنساني والاجتماعي الموجود الوضع في الإيرتريا بشرق السودان حقيقة هو وضع مشكلة مجتمعية بدرجة أولى يعني المنطقة ديك هي منطقة سرية بكل أنواع ما تعني هذه الكلمة معنا منطقة تحتاج بالفعل إلى تنمية صحف البنية التحتية ضعيفة في تحديات حكومية تحديات سياسية لكن ترجع بداية للإنسان الإنسان يحتاج له يتعلم الإنسان يحتاج له دعم يحتاج له تطوير تحسين بدل من أنشئ مؤسسة إغاثية الآن عشان تطفي على الحرائق وعشان تدخل في موضوع مثلا وجود كوليرا أو وجود مشكلة فيضان القاش أو مشكلة معينة لا أنا كيف أمكن المؤسسات والمجتمع هناك حتى يقف على قدمه ويستطيع بالفعل نقول أنا ما أحتاج المنظمة الإغاثية التي تأتي لكي تسترزق باسمي أنا أحتاج أني بالفعل أوعي الناس بهذا الشكل مسألة أخرى ثانية في موضوع العمل الخاص بموضوع المؤسسات والجمعيات نحن دائما نفكر لوحدنا ما في تفكير جمعي خلينا أرجع لموضوع اليمن في اليمن في عام 2015 أو 2014 كنت مطلع على تقارير شبكة نماء تعرف شبكة نماء هي شبكة فيها مجموعة من المؤسسات في ذلك الفترة كانت يمكن 450 مؤسسة كانت تعمل مع بعض البعض حقيقة اللي أنجزوه مع بعضهم أفضل بكثير منهم أنجزت مؤسسة واحدة فقط ساروا يتكافلوا مع بعض كل واحد يمسك ملف معين وهكذا يأتي مال دولي ومال غير دولي وهكذا يأتي المتبرعين يتبرع بشيء صحيح وسليم لما أنت ترفع تسوي الكوبريشن وتسوي التعاون مع بعضك مع بعضكم والبعض تستطيع أنك تصل لمرحلة تخفيف معاناة الناس أختم كلامي فقط أنه لأجل أنه نرفع معاناة شعوبنا ومجتمعاتنا في هذه المنطقة علينا بالكلام اللي قالوا الدكتور في بداية موضوع أنه نكون مع بعض نعمل مع بعض نعمل مع بعض نعمل مع بعض كوبريشن والمنظمة المتعلم ممهمة جدا الكبستي بيلدين التشبيك التواصل عملية أني أنا مثلا ملي متخصص في الجانب الإطعام والإغاثة أروح أشتغل مع مؤسسة ثانية أطور الشريكة الموجودة على الأرض أقدر أوصل لمرحلة متقدمة ماذا أخي قلت يعني في المنطقة المتعلمين نحن 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 ويصبح نحن 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 في هذا المثال العملية من السودان مع عملية المتعلمين 14 أو 12 عدد المخيمات المتعلمين في السودان 14 أكثر أكثر لكن بس في التعليق على موضوع اليمن اليمن هو مخيم محسوس في منطقة الخوخة وفي تخضير 1700 أسرة تقريبا في عام الخوخة دي فين في السودان لا في اليمن في اليمن آه آه ده من لسبة الأسريين أنا بقى حقول لك حقوق لسا اليمنيين لقيتهم فين فين قولي حرقتها ليه بقى في مقدشيو في مخيم لديمنيين في مقدشيو يمن عندكم من عدن في مخيمات من السماء في اليمن لا بس شوفوا عدوا ازاي الناس يعني الحاجة خلتهم يعدوا البحر وجبوتي لا جبوتي على الأقل دولة مستقرة أنا بكلم عن دولة أنا بكلم عن مقدشيو مقدشيو اللي دولة فيها حرب وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا دخلوها لكن في جبوتي دولة مستقرة تعال يا عبدالله لا لا مش من هون المكروفون لك طب كلمتين أنا أدي الأولى والأولى لا إنه بس بدي أقول إنه المنطقة في القرن الاسيات والشامع لي قمت تاريخ اليمن يمنيين كل ما تسير شيء ببلدهم كانوا يلجوا للمولدهم نعم 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 ونفس الشيء والعكس هي نعم 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 أنا أقول لك بقى حاجة تانية عشان تريحك بأن أنت يمني بس مولود في المقدشيو مهم بلك الذي نقل اللغة العربية من اليمن ليه تشاد مين؟ انتو اليمنيين بعد انهيار سد مقرب في القرن السبعتاشر أو الثمنتاشر مش فاكر بالزبط يا يو خلال بس بالراحة بس بالراحة بالراحة في القرن السابع مش السبعتاشر المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرن السادس أو السابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الإسلام من جيش عقبة بن نافع لتشاد فالقبائل اليمنية بعد انهيار سد مقرب عدوا البحر وراحوا على السودان وعلى جنوب ليبيا واستقروا في تشاد في تشاد هما دخلوا اللغة العربية لها تعتبر أحد لغتين أساسيتين دنواتي موجودة في تشاد ها؟ 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 ها كله 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 هذا بالنسبة للبعد اليمنية والبعد نرجع بس مرة ثانية بالنسبة للكلم الأخوة 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 الأمير لكن يتعلم من ذلك لم نطلح الأخوة 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 بداية قبل أن تتخبئهم في تجب في الوصول الرب وقبل أن جغلهم المساعدة لتصبح أجلس يعني دو عاما أو ثلاث عاما الذي هو من المنساعدين يأتي لنا في القرآن عن سودان عن سودان وقالنا سألنا كان ساعتها بيحاول يطلعوا الدهب من أمياه نهر النيل أو الأنهار دي كلها ففلاحين السودان السودانيين بطلوا يزرعوا فمن اللي بدأ يستعملوهم الأريتريين فانت كأمأسسات لو أنت هتعمل لوبينج على الحكومة السودانية صوفت لوبينج علشان تخليهم اللي هو منسميه بقى إيه اللي هو الادفوكاسي والحاجات دي كلها تخلي الأريتريين عندهم الحق في الزراع على الأقل يزرعوا لنفسهم حاجة لأخير فيساعدوك أنت يتحولوا إلى مواطنين منتجين ده بالنسبة لإيه لشار إسلام فيه حاجة تقول حاجة مسلم ايد تعال عندي هنا تعال عندي بسم الله أخونا مسؤول المال في مسلم ايد وانا مسؤول أخذ المال من مسلم ايد انت تجمع وانا أخذ انت تبخ وانا أكل بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله My name is Kayis Atallah and I work as a fundraising director for MuslimAid Sweden and my first question is that we spoke a little bit about Islamophobia and what it does the effect of it So how do we cope with the non-restricted funds now it became less or even nothing at all So how do we cope with that? How do we work so we can get more non-restricted funds? That's the first question. The other question is, as a small organization, of course, the manpower is an issue. But how do you make the organization not dependent on one or two persons? If the one becomes sick or changes job or whatever, how do we cope with that? Because that can hit the organization very bad. So that's the two questions. Thank you. How can you help me with this question? Because I asked you, it's difficult for you. I'm afraid I'm going to give you a couple of things and move. Non-restricted funds, which is the only thing that is not intended, became a big issue, very, 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 very. And it's not a long term for non-restricted funds. It's a long term for non-restricted funds. The other thing is social media, aggressive social media, plus, also means that you know the people who are not alone and you are not alone. And you are the ones that are responsible for taking care of them. And this is the relationship that you are willing to create and you are within the company. So that's why a person who can tell you that I will give you this money to such a thing. فكيف انت تبني مثل هذه العلاقة مع متبرع ذو حيثية ده تحدي تاني لازم المتبرع ده يجد ان انت عندك رسالة وعندك مهمة وعندك مستقية وعندك 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 عشان ديك فلوس this big donor has to see who are you credible integrity all these kind of things والتاريخ بتاعك كذلك والشفافية بتاعتك في العمل عشان ديك فلوس اغلب التجار يا شباب most of the big donors are scared to give anything for a conflict zone في منطقة فيها سرعة او حتى ده مؤسسة اسلامية even for a Muslim organization التشالنج التاني كمان اقولك عشان ما تزعلش نفسك ان الامم المتحدة اصبحت دلوقتي بتقوم بدور الجامعات الخيرية United Nation now I started to play the role of NGO خاصة الجامعات الخيرية الإسلامية فبيقولونهم ايه نجمع التبرعات لان احنا هنوصلها لكم سواء كان المفوضية العليا جئين او برنامج غزاء العالمي او اللي هو الصحة العالمية الى اخري الى اخري لان انتم مش قدين توصلوا فلوسكو فاحنا هنوصلها مش هناخدها لادمينستريشن بلغد النظر عن ان المؤسسة الامم المتحدة هي مؤسسة حكومات وعلى الحكومات ان تدعم ان تدعم مشاريع هذه المؤسسة انا اعرف دونر لان الحرب على الارهاب وقرن الاسلام بالارهاب والاسلامفوبيا خليت كتابة المتابعة الكبردور كلهم يخافوا يدوا المؤسسات لزي حضرتك وزي التانية حتى لان تحول الى مصر اه يعني غد النظر انا خفت خلاص انا خفت مش حدي لان ممكن المتبرع يصبح مرضى شبهة ممكن اي حاجة هو اصبح دلوقتي اللي بيقولك المصر المصري بيقولك اللي يتلسع من الشرب وينفخ في الزبادي لا ده بقى بينفخ في الايس كريم وبينفخ في الديب فريزر يقولك يا ايديب فريزر ده سخن شايفه كده بتلع دخان مش انت بتخش على الديب فريزر بتلع دخان ده من نار سمع انت قاد متمتع انت خارس خدت بلكم ذه التحدي الاول فلابد نعمل علاقة جي بنا وبينهم ونبد نكون زي النحل and you have to build this relationship between us and one or two of those big donors انا عرف بعض المتبرعين الكبار في دولة ما دونة ذكر الاسمائي نوس one one organization in one leading country in the middle east they have got five donors only five donors خمس خمس متبرعين فقط and they give them hundreds of millions every year this is the trust this is the trust this is the number one بس long term اللي هو الوقف long term also الشراكة لو انا عملت المشروع اللي واحدة هيكلفني مئة الف لو انا عملتش مشروع مع جمعيتين تلاتة كل واحد فينا هيدفع عشر تلاف ولا عشرين الف وتلاتين الف فحكاية الانانة دي قاتلة قاتلة انا ما عنديش فلوس لكن انا بس ايه زي الصورة اللي كانوا حطينا هالة دي انا بس عايز الشعار ده هو الواحد اللي يكون في الصورة ما ينفعش ما ينفعش يبقى قرع ونزهي يعي يقولك ايه انا قرع وجاب المشت حامل بي ايه زي كان انا وانت قرع يعني اه فرحان احنا ربلك فده لازم 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 لابني شراك ما هو انت اختار الشريك انا حقولك حاجة سل على قيس قيس خش على قائمة اعداء مجلس الدارة والموظفين بتاع الجمعية لو فيهم خط احمر ما تتشغلش معاهم لو كلهم خضروا بيدوا اشتغل معاهم احناه احناك 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 يصبح مؤسسة من واحد أو دو أشخاص فلانتيار لا أحد أنهم مجدداً لكن إذا كانوا يساعدون أو إذا كانوا يساعدون أو ما أي شيء لدينا مجدداً في هذا المنظر لذا فلنذهب إلى الأولى ثلاثة 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 مجدداً أعتقد أننا بالنسبة للنقطة، كما أننا لا أعتمد على أثنين أو ثلاثة موظفين يسجبوني بعد ذلك أننا أبني المؤسس الداخل نحن نقش معك يا عبدالله في الصباح وأنا في العربية وأنا مبرح هناك شيء اسمها تسجيل اكتب لي كده هنا تسجيل بالعربي تسجيل لا لا بالفرنس تسجيل 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 وبعدين تسجيل وبعدين تسجيل في ايه؟ تأسيس تأسيس فقرها ها؟ وبعدين بناء استدامة بعد كده أو دايمومة صليت على النبي يا رجالة؟ ما نقول عن هذا؟ تأسيس تأسيس أو دوة عام في بعض الولايات تأسيس 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 فالتسجيل هنا خطوة من خطوات الاستدامة بس نرجع عشان سؤال بتاعك ده تسجيل الجمعية تسجيل الجمعية تكون رسمية تسجيل 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 خط نقطة زيادة تسجيل 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 بعد التسجيل تسجيل تسجيل على حسب إمكانياتك موظف واحد اثنين ثلاثة إلى آخر وانت بتأسس المكتب وانت بتأسس المكتب عندما تبدأ تبقى المكتب تبقى المكتب كيف تستطيع المكتب لتسجيل تسجيل تسجيل كيف أنك هتجيب الأموال علشان يكون فيه يعني ما حاجة أشتغل عندك أنا هتديني عقد سنة ولا عقد ستوش ولا عقد سنتين وعقد ثلاثة وانت بتخوفني بردك يجيبني يجيبني موظف عشان الموظف يفضل يعمل معك وهم مرتاح نفسيا وانت تأسس ده تأسس ده تأسس ده يعني ده بيأخد سنين عشان تستكمله تأسس المكتب خرص اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو المكتب معناها هتجيبي غرفة أو غرفتين تحط فيه موظف أو اثنين أو ثلاثة على حسب ميزانيتك كيف تبني المؤسسة بعد أن أسستها؟ في التأسيس بيكون فيه قانون الأساسي؟ بعض السياسات؟ ها؟ والمعايير اللي موجودة عندك في المؤسسة؟ البناء ده اللي هو يعني تحط في تبني المؤسسة تحط في تبني المؤسسة؟ تحط في تبني المؤسسة؟ أوعى حذارة أنك تيجي تقولي أنك اكتملت البناء أقول لك أن أنا لو أنا قلت لك كده تقولي أن أنا ما بفهمش والحمار أولى بمركزك منك لأن عملية البناء عملية مستمرة مع التغير المناخي والسياسي والاجتماعي لأي مؤسسة في أي مجال في أي مجتمع مستمرة مستمرة على طول يعني إلى الآن بعد 35 سنة لسه الإغاثة الإسلامية اللي أنت منها الأخت مش أنت صار في الإغاثة لسه بتكمل إزاي حتكمل البناء وجمع كل الفروع في جماعة عمية واحدة بعد كام؟ 35 سنة فالبناء عملية يعني حقول لك حاجة أنت اشتريت الأرض اللي هي الورقة دي you bought the piece of land which is this then you put the foundation الأساس then you start to build it keep building it keep building it it's not stop آخر حاجة بقى عمل الإسلام اللي احنا كلمنا عنها الصباح النقطة بقى اللي انت بتتكلم فيها what you said they leave me they leave you بيسبوك لأن انت ما بتستطيعش تحفظ عليهم خدت بالك مندي because you cannot retain them you do not empower them you do not train them you do not respect them you do not dignify them they are always saying I, 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 I not you you don't put them on the platform next to you they leave you so هما بيسبونا ليه الموظفين علشان ما بيحسوش برقب بذيتيتهم وحيثيتهم في المؤسسة حسين انهم ما فيش منهم مستقبل ابنك حقيقي بقى هو رئيس او هو كذا وانا مش حابق اي حاجة او بنتك او بنتي ايه لاخر فازاك بيمشوا فازاك كما نتكلم في الصباح في الجزء الاول في المحاضرة الاونية بتاعت الاسلامة اهم شيء فيها ان انا اربي قيادات داخل مؤسسة عشان لما ما يمشوا واحد يجيدي واحد تاني من اللي موجودين يعني اللي هو اللي بيهاجم او اللي في وسط الملعب او بيلعب في الدفاع ستلاتة اربعة في كل ايه في كل فريق في نفس ايه في نفس المكان ده عارفين يعني الكوتشز بتوع اللي بيدربوا الفرق الريادية بيفهموا عننا لك لا انا عايز تلاتة اربعة في لعب في وسط الملعب او خمسة ستة او سبعة تمانية وعايز بس اربعة او خمسة من اللي بيحزوا الاهداف يعني بس هتلاقي في اسم كده في ليفربول كلكم بتسجعوا ليفربول انا عارف يعني متطرفين انتو كلو كلكم متطرفين هتلاقي في محمد صراح وفي مانو وفي واحد اللي هو برازيل اسمه ايه مش فاكر فرمينيو تلاتة في نفس المكان وحتلاقي في ناس بعدهم احتياطي فانت بالتالي انت كصاحب مؤسسة وقاقائد عليك ان انت تربي شباب وتبقى زيال اكاديمية هم معاك منتدرك ايه هتوعب بس دم حضراته خلاص لا you need to keep training young people surrounding you so when somebody leaves so somebody stay وده اللي احنا وجدناه في التسعينيات جير التسعينيات اللي احنا شفناها معانا كان جير رائع the 90s generation of the young people who came to islamic relief or muslim aid were actually outstanding when they went to america لما رحوا ان امريكا رفضوا ضعف وثلاث اضعاف المرتب they refused to be paid three times as much as the actual salary كان عندهم القيم كان عندهم الروح كان عندهم الانتماء they have the mission they have the values they have the loyalty and they have the message as well وانت اللي هتربيهم صدت على النبي if you don't look after your children what happened to them مش انتوا ام بتتكلموا ولادك رايحين وكذا وكذا لو مش قاعدة معهم وبتعلميهم كذا وكذا وكذا حيشرودوا ايه حيشرودوا منك صح 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 فانت بتعمليها في البيت عمليها في الجمعية you look after your children at home the best education the best food the best manner for them but you don't do it in the organization you do it in your business as a company صح invest because it brings money to me الشركة الخاصة بتاعتك بتعملها عشان ده ايه الشغل بتاعتك لكن لما ديك المؤسسة تجيب واحدة بوبلاش بكروفين بكروفين الصباح ليلة اللي اشتركوا انت يامنيين انت كمان اوو احنا محاطين باليامنيين انتوا الاثرين اقلية هنا كويس ما اليمن ايه خلاص خلاص بس الواحد اليمنى بألف لو في بعدين متيمنيين اه متيمنيين طيب سؤال تاني شيء يبعا المشاكل بتاعتنا بس في حد غيرك يسأل تعالي هنا يا أختي بقى اكسر القاعدة بقى بالضبط عالي انا بقى السويد يعني اخيرا سأفورها عشان تلعب خيط ان من دعوية ان تخربت البنزانات طيب بسم الله الرحمن الرحيم اولا نشكر الاستاذ هاني الدكتور هاني بن بنى اه اجد طبعا كل النقاط اللي ذكرتها موجودة وفي مشاكلنا كجمعيات اريترية يعني انا عملت في جمعيات اريترية اه كما ذكرت الاخت سلامة في جمعية كنا نشتعل فيها جمعية المرأة للتنمية واغلقت اه كانت شغالة يعني تمام وناجحة وفيها عضوية كبيرة لكن اه وضوح الرؤية والا الامان بالهدف عدم وضوحها الرؤية وعدم الايمان بالهدف كان من اكبر المشاكل اللي كانت تواجهنا اه كان العضوية مش متفاهمين ايش الهدف يعني هي اسمها جمعية المرأة للتنمية اه كان كانت مكونة من عدة نساء اه اغلبهم بسيطات يعني اه كان اه مشاركتهم عمل خيري يعني عايزين يعمل عمل خيري ويتبرعوا وكان هدفهم خيري ما كان عندهم خبرة لكن كان فيه مجموعة اخوات دارسات واعيات فهمات اه كان فيه تعارض يعني بين الجيلين وبين المجموعتين اه كان هما هدفهم انه يجمعوا فلوس ويتبرعوا بيها اه الاخ احمد ذكر وانا اوافقه مية في المية انه احنا مش هدفنا بس نتبرع هدفنا كان ننمي المرأة اه نرسل المشاريع عشان هي اه تقدر تعيل اسرتها فكان التعارض دايما اه كذلك ارى انه جمعياتنا الاريترية اغلبها اه في مشكلة كبيرة انه ما في اتحاد كل واحد بيعمل لوحده لذلك قضياتنا مش اه واضحة للعالم او مش مذكورة مهمشة بسببنا احنا اولا عدم اتحادنا ممكن يكون جمعيات كثيرة لكن نتحد عشان مش اتحاد انه نعمل تنسيق شراكة نعم اشتراك اشتراك وعمل مشترك ما عندنا كل واحد بيعمل لوحده وكل واحد يعني يريد ان ينجح ويبرز لكنه لا يستطيع ان يصل لهذا الهدف لانه مجموعات صغيرة صرنا اه فهذه اكبر مشكلة نواجهة اجد انه بس فقط ايثار يمكن اللي نجحت اه وبرزت في هذا الاتجاه لانها اشركت شرائح كبيرة من الشباب والنساء والرجال و اه كل اه الاطياف الاريترية يعني اه نعم يعني هم فعلا نجحوا وبرزوا و وحاولوا كذلك ان يشركون هنا جاءوا لسويد وحاولوا ان يشرك جمعية المرأة لكنها صدت ورفضت انت صدت ايوه ايوه نعم مجموعة كان فيه تدافع كما ذكرت يعني مجموعة وغلبت اخرى في هذا الرأي لذلك جمدت الجمعية الحاليا مجموعة نعم لكنها وجدت تعاون من الشباب جمعية بنا و بابر ترأسها الاخد سارة بنتنا سارة نعم ترأسها الان وهي ناجحة برغم انها مع ايثار نعم وتتعاون مع ايثار برغم انها صغيرة جدا لكنها برزت الان ناشطة جدا يمكن عندهم عمل في ستة شهور لكنه ناجح جدا ما شاء الله نعم فيه نموذج ناجح فيه كمان المنتدى الثقافي الارتري ناجح انه يشرك يعمل عمل واحد حتى معين وعمل جيد ونوعي في السنة واللي هو المخيمة الصيف الارتري يشرك فيه كل الاطياف الارترية فيه مجموعات يعني ارترية نجحت لذلك ندعو كل الجمعيات الارترية انه تسلك هذا المسلك انه تشرك او يكون لها عمل نوعي تتخصص بي وتشرك الاخرين فيه شكرا 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 الاخ اسمك ايه سلوى دنكلايا سلوى دنكلايا دنكلايا من قبيلة دنكا دنكا انا من اصلي من دنكاليا دنكاليا يعني يمكن اختي من العفر انا من قبيلة العفر يعني اختي في العرق طيب كويس الكل في مؤتمر للتشبيك وللحوار والتشبيك بعدها انا اعتقد جوسي من الحال هذا ممكن يكون مشروع تتقدم بوصل مع المسلم ايدا واسلام القليل على حاجة فقط حاجة محددة اللي هو قيمة التشبيك والتواصل وتعالى تفضلي انتي وتعالي معاها بقى في جنبها تعالى جنب يا عم وانتي يعني مازلت مخصمانة يعني حتى حتى دائما ما يكون الحديث سلبي يعني في مبادرات وفي تعاون وتنسيق بين الجمعيات الاريترية سواء كان في البعد الاجتماعي او البعد الانساني هذا الامر موجود يعني الحمد لله مثلا المخيم اللي نقيمه بابر بيننا والجالي الاسلامية وجمعيات كثيرة الاريترية تتعاون فيه ونحن ماشيين في هذا الاطار حتى تكتمل العدد كل الاريترين يتعاون في كل الابعاد او المناشط سواء كانت ثقافية او انسانية فهذا حتى منظمة الاريترية الانسانية تتعاون مع ايسار نحن ما نريد نريد ان نتعاون في المجالات هذا الروح موجودة الحمد لله لكن بحاجة الى التطوير وتحسين طبعا هذا يعني طبعا سعيدة فضالي طب بدي هولا طبعا خلي بالكم يا شباب ان التنسيق والتشبيك اصعب من جمع التبرع كان عندي برضو يعني من خبرتنا في الجمعيات من خبرتنا في الجمعيات الاريترية اثر السياسة والسياسيين وانتماءهم السياسي على الجمعيات التطوعية او الديال الانسانية how can you prevent this يعني كيف توحي يعني لانه يعني من خبرتي كل واحد برأيه وكل واحد في التكري انه free from any impact وكل واحد جاي اصلا بسياسته وفي صراع سياسي في جمعية الاريترية او المناسبة يعني يعني مهم جدا برضو اضيف لهذا السؤال قضية البعد الدين يعني يعني زي ما قلت يعني مسلا انه العمل اغاسي حتى لو عنده هوية اسلامية او هوية مسيحية انه برضو ويكون محايد يعني فبتال بعد السياسي والدين ايضا كيف تكون كيف تكون كيف تكون الحياة ايضا دا بيعتمد على من يدير الجلسات من يدير الجلسات من يدير من يدير من يدير من يدير ازاي نبدأ ندير توقعات الناس انا بعد ما تركت الاغاسة الاسلامية عملنا حاجة اسمها مسلم chat forum after he left islamic leaf we made something called muslim chat forum muslim is the part of it some people were saying كان بيقول بعض الناس ان هاني البنة عمل حاجة الاغاسة الاسلامية علشان يستحوذ على الشارع الاغاسي اللي موجود في برطانيا because they were just seeing me as more islamic leaf people were saying that i have been trying to control all these organizations by making a new platform بدأ ايضا قفية بعد ثلاث سنين started to trust me after three years of living islamic leaf وقت بالك عملنا بدرة ثانية في بلد اخر عملنا مؤتمر يجمع كل الجمعيات big big national conference 3000 people attended 900 organization تعرف يا اخت سلامة from day one من اول يوم من اول يوم قيل if you come to this room forget your organization and this name and take the jacket of your organization outside اخلع عبائة مؤسستك وانت تجلس في الجزء الجلس وفقط اتكلم عن الوطن فقط ده في التنسيق انا حنزل عند اليمن انا بقى اللي حدير من اول يوم لابد يشوفوني ان انت قائدة حازمة اللي حدير لا تتحدث عن اشترك 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 the platform to people who do not know how to run the dialogue i can tell him stop i can tell him stop so out we're not going to discuss this احنا بنعمل شكده we don't do that if you start listening to people drifting from the objective you get what you told me earlier on حتاق حيجيلك النتيجة انك كل حيه حيبقى يساويس العمل ده فانتي for coordination and communication and networking you have to put principles to everyone from day one we are here for the orphans we are here for the water we are not here for a city or a town or a tribe نحن هنا فقط للايتام او للمياه وليس لمجموعة او عرق او ثقافة او لاخر اللي عقبوا عقبوا مش عقبوا جزالة البدا يفوق جاملا ما هو ما ما تصري مثلا جمعية تطوعية لو شركتي او انا موظفة سهل اللي ما عجبوا يطلع او لانو سالري واحد يحترم من الفوليسي هنا او 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 ما تحترمي او نعم بس لما يكون عمل تطوعي او 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 هي تطوعية مين يطرد مين انا اقول له انا اعرف انا عارف انا عارف تعال انت بس يا بقى مش حلو انت انا اقول لك التزمي بما اتفقنا عليه التزمي مش معنا كلا ان انت متوعين ومتوع ان انا حكاص لقاعد احنا عادنا في اول الجالسة وستجد ونبدأ على المنقبل هؤلاء 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 امعن لم تحق مين يطع لا تحتاج أو لا تحتاج وقت بالك اسفل سوف أضع شيئاً معينة لأن مؤسسة لها لايحة داخلية كما يوم من الأيام كنت في مصر طالب كان لدينا اتحاد رقبط طلاب العفر فى القاهرة فكان عندنا لايحة داخلية سواء الرئيس أو النايب أو أي عضو لازم يحترم اللايحة دي انت لما تتكلم في شيء معين في الاجتماع انه انت لك كذا 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 كعدو أو كإداري انت بيحقر لك انتك مثلاً ايه بتدير الجلسة بسيقة معينة لو خرجت من السياق ده افضل زي ما قال الدكتور الباب فوت الجمل فبس سؤالي ايوه بالنسبة للجمعيات الإريترية طبعاً الإغاثة يعني انشغالين من سنة الثمانين يعني في لاجئين طبعاً جزء الأكبر موجود في الشرق السودان ما هي الأسباب التي أدت انه القضية اللاجئين الإريتريين تتنسي خالص أول ما تجي قضية جديدة مثلاً قضية اليمن أو سوريا تتحول الأمور للجهة من غير ما تتحل أساساً أنه في غضية من سنة الثمانين ما هي الأسباب التي أدت انه كل مرة تتنسي القضية الإريترية شكراً تفضل تعالى عشان لا أنا أصلاً أحب وشك يا عم تعالى خد لك تاكسل وخد لك الطيارة على حسابنا حرطم لك الفاتورة ولا إمك طيب بالنسبة ذكرت بالنسبة لإسلام كريليف مثل ما أقول أغير قبل الحروب دي ما تبدأ يعني كانت الغدية منسية وفي سياسات حتى تنسى هذا الغدية يعني إذن المساسات اللي زي إسلام كريليف المفلود عندها مبادئ يعني تمشي حفظ بالمبادئ ولا يستحفظ بالأسواق أو التسويق الموجود يعني هذه ما كانت موجودة في الفترة يعني حتى في قبل ما الحروب والربيع العربي وما غيره بالنسبة لما ذكرته الأخت عطي نموذي سلامة سلامة يعني صحيح لا هي إشكالية موجودة أنا مثلا عدو في الرابطة جيد لما أمشي في الرابطة الإسلامية أنا عدو في الرابطة حتتزم مثل ما أقول مثل الأخ قال باللواحة الموجودة حنخنم المسلمين عامة في السويد بصرف النظر لأن هذا هو الإطار عدو في المنتدى الثقافي الإيرتري لما أمشي في المنتدى الثقافي حقل على الجاكة حلبس الجاكة الإيرتريين حنتكلم في القضايا الإيرترية جيد عدو في نقابة يعني سويدية لما أمشي هناك حتتكلم عن مشاكل تهمني كعامل ومسالح وغير ذلك إذن يعني الإشكالية هو يقول لك الناس ليش عنده واحد عدة جاكت يعني جاكتات ليش ما يكون عندك جاكت لون واحد فقط كويس؟ وهذه الصعوبة يعني أيوة هذه الصعوبة الإشكالية الموجودة يعني أنت عايزك أنت في المنتدى الثقافي كن في المنتدى الثقافي ليش أنت موجود في الرابط مثلا يعني أو في الحزب الاشتراك كمثال يعني أو السينسوس فكيف الناس تفهم أن أنا ممكن يكون عندي دور محدد فقط لظروف أو قد يكون حسب طاقتي أو الظروف تفرض عليه أن أكون يكون لعدة أدوار وألبس عدة جاكت يعني ممكن توضع بالنسبة للجامعات كل هذه اللي قالها عليهم كلها جامعات مجتمع مدني الشيء الوحيد اللي أقول لك ما تخشش فيه اللي هو العمل السياسي عشان داحية لإخبط لك الدنيا كلها أو عايز تفرغ العمل السياسي سيب الحاجات التانية دي كلها مدني آه فلننتكلم فيه ما هو القسم المشترك الأعظم من الثالث جامعات اللي أنت قلت عليهم دول معايا أخوك اسم عثمان يا عثمان القسم المشترك الأعظم ما بين الاتحاد اللي قلت في والرابطة ومش عالف أي تاني اللي أنت قلتها القسم الشيء المشترك في التلاتة إيه أنك بتخدم المجتمع بتخدم المجتمع صح فهناك بخدم المجتمع من وجهة نظر ثقافة من وجهة نظر عمل مجتمعي تابع الربطة أو من وجهة نظر خدمة الأطفال أو المهمشين أو اللي هم النازحين أو اللي هم المشردين اللي موجودين في السويد إلى آخر وعندك أنت القدرة على أنك تستوعب هذه المعايير التلاتة في كل الجمعيات في ناس يقول لك لا أنا عندك تبقى الجمعية ده على حسب إذا يقولنا ما قال قدرتك أن في واحد يستطيع أن يستوعب يقول لك الابل الراحل الناس كالرواحل نسمعه الحديث كالابل في ابل ما بتقدرسي شي لحد في راحل في راجل بألف وفي راجل ما فيش لا يسع له ظل أقبلك فده بالتالي على حسب لا يكلف نفسنا إلا وسعها ما هوش قانون خلي بالك كل العمل المدن اللي نحن نتكلم عنها ده كلها اكتهادات كلها اكتهادات ليه؟ لأن احن نتعامل مع مجتمع يتغير كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة رأسيا وأفوقيا ومحيطيا اللي دائريا واللي هو ايه؟ قطريا يتغير المشاكل اللي كانت على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أيام عمر بن خطاب رضا علينا كانوا بيمشي بالليل يأخذ المدينة من أولها لأخيرة ها؟ لو سيدنا عمر رضي لها عند رؤية موجود مش حياد روح تعز لوحدها أكبر حي في تعز أنت عندك أنت من عدن حي الأحياء في عدن في كم ألف مش زي زمان زمان كان بيشوف المرأة اللي سيبها في الحرب وكان بيقول ست بتطبخ لأولادها أو البنت اللي كانت أمها بتقول لها خلط المية باللبن لأن كان مجتمع عادي كده إحنا بقى ما ينفعش نسقط نفس الموضوع ده على دلوقتي لأن فيه بقى لابد إحنا نبني قيادات مجتمعية تستطيع كل واحدة فيها من خلال القيم اللي هي عندها أنها تتوصل خدمات في كل حارة وكل شارع وكل بيت وكل شقة مش حايدة سيدنا عمر يعد على شوارع القاهرة كلها ولا شوارع صنعة ولا شوارع بغداد يقدر يقدر ما يقدرش خلاص لأن فيها كام في البغداد يمكن فيها ثلاثة أربعة مليون قلالة فيها يمكن عشرين مليون منين ده النوت إيه كان فيه حاجة تانية تقالت بس أنا ما نسيتها من اللي كان بيتكلم قبليك تسأل تسأل قضية الإيرترين ليش نسيتها قضية الإيرترين أنا حاولك حاجة صلع النبي وانا تتكلم عن الإيرترين أعطيك 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 بوزنيا هل تسمع شيئا عن بوزنيا نعم خلاص الإغور كم دولة voted with or against the Muslims of إغور in the United Nations ووزء منهم كان عرب ومسلمين سمعتني يا حبيبي لأن فيه مصالح اقتصادية مع الدولة الغاشمة أو الطاغية خدت بالك أنا مكلمك قضية أو أنا قضية الإغور وكل الناس بقولون فيه مليون واحد في السجن لكن كم مننا لمصلحة اقتصادية ضحة بالمليون اللي في السجن خدت بالك فأنت بتتعامل مع مجتمع تحكمه أنظمة قائمة على المصالح التي لا تتوافق وتتعارض مع حقوق الناس تتعارض وكذا 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 وما يخطط انقلابات في هذه الدول إلا هذه الدول أفريكا استرداد تتعارض في مصالح في مصالح فإيه وزن القضية الأرثريية بالنسبة لمصالح؟ ولا شيء أنا بس بكلمك على المناخ اللي نحن نشغل فيها هذا لا يعني أننا مش مع القدير الأيرترية نحن مكلفين نخدم الإنسان كل الإنسان في كل مكان في العالم لكن هكذا العالم حاليا يقيس قيمة الإنسان بمصالح مش مشكلة هناك دول مانحة هي جزء من الحرب في بعض الدول لا تصرح أنا فاهم أنا فاهم يا دكتور علي المانح أصبح جزء من المعركة إزاي أنا مش فاهم قابلني في الشارع قابلني والأشياء في عينيه وخدني وخد إيدي في إيديه ممكن علي 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 معلول نخلص على كام هو هو دكتور الكلام من المشاكل المشاكل اللي حصلت هو لازم نعترف كمان لماذا فشل العمل الإقاسي والتنموي عند الإيرتريون والقلن الأفريقي ولا اليمنين لازم نعترف هذا لما عملنا تقييم لن نمشي الأمم سحلة بالضبط يعني مثلا أنا هاجرت من عمر سوعة سنوات درس في يعني في القدار في التنزيم الموحد وهكا السعودية جتي للسويد عمر 20 سنة 19 سنة الآن خمسين سنة الحمد لله فالمهم فأنا أقصر أنه ليش هي القضية الإيرتريانة صارت منسية نحن نسيناها لأنه لم نفكر لها لأنه أكتر الإيرتريان في السودان جنسيات سودانية عندهم يحملون يعني لكن ما فكر واحد في الاستثمار السودان ده ممر وهكذا يعني خد السوماليين وخد العمل الإقاسي فبالتالي أيضا نحن ما فكرنا البعد طويل جدا مثلا على سبيل المثال يعني الآن بدرب السودانيين فحكوا للقلال السوريين السوريين كلهم يعني بدرب السوريين والسودانيين فالسوريين قالوا لي نحن جينا من طريق السودان قالوا للسودان يعني بعدهم عاوزين كان يهاجر من السودان إلى للدول الأخرى قال في ناس بقوا ونحن جينا للسويداني لكن السوريين استثمروا في السودان فتحوا محلات وكل شيء فبالتالي الآن السوريين اللي جاءوا بعد الإيرتريين هم جدد يعني عندهم عقلية تجارية أو كذا فاستطاعوا شافوا المليهة يعني الأمهل السوريين في السودان كلاجئين ذهبوا منهم من بقي هناك واستثمروا يعني فأنا بالزود فأنا أقول الآن بردو نحن الآن بردو الآن من القرن الأفريقي هذا غضية مش فقط على الإيرتريين سوماليين الإتوبيين اليمنين كلها فبالتالي الآن لابد أن نعيد النظر في تقييم العمل الإغاثي وخاصة الآن مع شح المصادر كيف نعتمد على أنفسنا أنا أدي لكم بس يعني اللي هو يعني مثلا لازم نفكر خارج الصندوق ونوجد زي ما قال نروح بعينهم أو نوجد مصادر للتمويل إيش اللي حصل في السويد اللي هو اللي هو باتش بستوند يعني بستوند هذا بستوند كل دولة السويد مثلا واحد في المية أو ثانين في المية من الميزانية يذهب إلى في السويد حصلت أزمة اللاجئين لما نجوه تذكروا موجة اللاجئين 2015 عندنا الميزانية 8 مليار دولار اللي هي الدعم دعم السويد دعم الدولي تعسيد أو دعم الدولي لا من ناتج القومي بل الضبط بل الضبط برطانيا 12 مليار فحصل أزمة هنا اللاجئين جوا من سوريا من إيريتر كل شيء ما يفعله قالوا يا أخي بدل منح ما يبعث 8 مليارد كورونا كذا أعمل كت نسه يكون يبقى في السويد ونسه يذهب فما أثر على الميزانية في تاعتهم طيب مثال آخر كلنا هنا موجود نرس الفلوس لأهلنا صحيح رميتيرينغ رميتانس مش فأفهم لا لا رميتيرينغ بالسويد وكل واحد يرسل فلوس هو هو حريص أن هذا الفلوس لما تنظر لزوجته ولأولاده بحيث يعني يخلي أهله يعتمد على نفسه صح أو لا فيش عمل السويدين قبل سنتين حصل اجتماع في البرلمان السويدي كيف من هذا اللي هي تخرج من السويد الآن الإنسان يدفع عليها سكات يعني فالمنظمات المجتمع المدني السويدي حضرت وأنا هناك كنت موجود اعترضوا قالوا هادي كيف أصلا الفلوس ما أخذ عليها تاكس يعني لما يرسلوها تأخذ عليهم أيضا تاكس لماذا لا يفكر هما شافوا إنه اتنين يعني ضعفين يعني أول رميتانس هذا من العالم كله يساوي ضعفي وود ايد فهمتوا لا يفهمتوا فأنا أقصو يعني هذه الفلوس دي الفلوس اللي ماشى نحن نرسلها شهريا ما قادرين نحن نوزفها كيف تكون جزء من العمل التنموي والإغاثي هذا السؤال أنا في النهاية أريد أختم بالعمل السياسي نحن نحن يا جماعة لازم نعترف كمان كثير من منظمات المجتمع المدني هنا اللي عندها انتماء سياسي سواء كان علماني أو إسلامي أو غيره حتى المعارضة سواء كان اليمنية أو الارتية كذا كلها تريد أن تشترك في العمل الإغاثي فحرقة العمل الإغاثي بدل أن تقول يا جماعة أنا عند هم لكن العمل الإغاثي أبشر لن أتدخل فيه لأن أنتم يعني خففتوا عني جزء من الهم فبالتالي إذا ما حررنا العمل الإغاثي من الانتماءات السياسية لن يكون هناك عمل تنموي وشكرا أنا بس حقتم بحاجة بسيطة عشان الوقت راح الوقت جميل جدا من واحد قدنا مع بعض كانت ساعات مرد كثواني أو كريح بساط الريح جميل ومريح مين فك الأغنية دي صنفني عن ماني الوردة اللي أنا لابسها بتاعت مين انت ملك انت مانت يعني خلاص يعني حرقتها هذه الوردة اللون الأبيض هو السلام واللون الأخضر هو الحب في سريبرنيتسا في عام 1995 بعد ما جنود السرب أخذوا عشان تختم تعال جمع عشان تختم أخذوا سريبرنيتسا تركوا اللي هو القوات الأمم المتحدة لحفظ السلام الهولنديين تركوا سريبرنيتسا كان فيها ألاف فانقسمت سريبرنيتسا الجزئين جزئ قال احنا حنمشي وحنواجه السرب وجزئ قال احنا حنقعد اللي قعدوا كلهم اتدبحوا وجزئ من اللي مشيوا برضا كتقتلوا فالغائبين أو المفقودين أكثر من 11 ألف منذ عام 1995 الجزئ اللي اكتشفوها أو الرفات اللي اكتشفوها حوالي 9000 بعد هذه الرفات تجد جزئ هنا في القرية دي وجزئ في القرية دي وجزئ في القرية دي وجزئ في القرية دي وجزئ في القرية دي يعني حتى كانت ممنهجة حينما يقتل هذا الشخص يقطع جسمه فيه ويرمى فيه أكثر من مكان احنا كنا بنحضر اللي هو الذكرى الـ 24 في هذا العام في 9 الـ 11 يوليا ولقوا حوالي 37 رفات أحدهم كان في سبع مدن أو سبع قرى يعني مش سبع مدن سبع أماكن فالشاء العام القادم العام الـ 25 اللي احنا عايزين نقول ايه بس عشان نختم دي بقى قضايا المنسية زي قضية ريتلا زي الحاجة دي كلها ان احنا لابد نعلم الناس انها لا تختلف تماما عن المحارق اللي حصلت ضد اليهود في الحرب العالمية التانية أتمنى أنكم تجعلون من سويا سيارة للمشاهدين المشاهدين يذهبون إلى 25 سنة سرقنسا و يجعلون المسلمين المسلمين سيجعلون المسلمين سيجعلون المسلمين سيجعلون المسلمين هذا لذلك جيد هيا كنا سألت بأنا طيبهم يعطي أنهم ستطلة لقد ألتبون تجعلون المسلمين إذا كنت مأتباً أمر سيد لا مهم على مجتمع لا أنا أقول أنني أستطاع في بوزنيا لتراني فأنا كنت مصرح هذه المورoutsة لذلك كنت أتباه إلى سيبرنيتيا لذلك كما أقول يقولون أنهم يمتعون مرحبا في ثلاثة يوضع الثلاثة 9-11 يوضع الثلاثة هذا العام أو الثلاثة العامة سوف أحاول أن نقوم بإمكانك المسلمين لأننا نقوم بإمكانك المنطقة التي ستقوم بإمكانك المنطقة والإمكانك المنطقة للبوسنية على هذا مرحبا ويقوم بإمكانك المنطقة بإمكانك المنطقة هذا سيكون مرحبا شكرا أحمد أمير شكرا أحمد أمير تفضل تصفيق لدكتور نحن حقيقة تستحق من الدكتور تصفيق وترحيب شكرا تصفيق لدكتور هاني نعم نعم حقيقة أنا أشكر الدكتور هاني باسمكم جميعا على هذا الوقت مجرد أني طلب منه طلب ما قصر وافق على طول واختار الوقت المناسب لي وجاء هنا وللمعلومية هذه أول برنامج يقيم الدكتور هاني في جولاته العديدة حول العالم بالنسبة للمنظمات والإخوة في السويد فحقيقة نحن حظينا بأول لقاء مع الدكتور هاني في السويد حقيقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه اللقاءات الجيدة والنافعة ويعني لا تخل علينا بزيراتك القادمة إخواني الكرام فيه هناك يعني ممكن نحن نعمل شهادات حضور باسم الهوماتيرين فورم بتوقيع الدكتور هاني لمن يريد فجميعكم تريدون حد معترض ما يبغى الشهادة هذه طيب جزاكم الأخير حنعملها إن شاء الله ونسلكمها بإيميلاتكم بعون الله تعالى أمر أخير أوصيكم فقط بمحاضرة الغد بعون الله تعالى إنكم تكونوا حاضرين فيها إذا استطعتوا وفي نفس الوقت نريد منكم كذلك أي تفاعل وأي حضور قادم إن شاء الله بذن الله تعالى مثل هذه البرامج فهي والله تبدل فيها جهود كبيرة جدا وتنسيق وعمل يعني قد ما يكون مرأي لكن كل الإخوة اللي كانوا منظمين لهذا البرنامج وعارسهم الأخياصين بدلوا جهود كبير في هذا الجانب فأرجوكم إزاكم الله خير إنه في هذه السانحة إنكم في حالة مثلا وجود برامج نوعية زي كده لا تقصروا بالحضور أو حتى أقل شيء بالاعتذار من حضور في حالة عدم التمكن بالحضور أكرر شكري الدكتور هاني شكرا جزيلا ونأخذ سورة تذكارية ونشكركم جميعا لحضوركم أهلا وسهلا بكم جميعا نأخذ سورة تذكارية لمن يريد مع الدكتور أهلا وسهلا تفضلوا في منصة المقدمة